أعلن ديوان الخدمة المدنية أن يومي أثلاثاء والأربعاء الموافقين الخمس والعشرين والسادس والعشرين من فبراير عطلة رسمية وكذلك يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من فبراير عطلة لوقوعه بين عطلتين وذلك بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير وأوضحت ديوان أن جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئة والمؤسسات العامة تعطل أعمالها في تلك الأيام على أن يبدأ العمل الرسمي يوم الأحد الموافق الأول من مارس